بجيب اول حاجة عندي العرق بتاعنا وببدأ اللي انا اديله الفلفل المجروش هادي الفلفل المجروش كده تمام يمين وشمان وبعد كده بقوم اديله رشا من الملح ويفضل بعد ما اديله الملح والفلفل اللي انا اسيبه فترة يعني حوالي خمس دقايق لحد ما يتشرب عندي الملح والفلفل عشر دقايق او خمس دقايق لحد ما يتشرب ايه الملح والفلفل بعد كده بقوم عامل ايه بقوم جايب منشة في مطبخ جميل لازم يقالوه معاملة خاصة العرق خلي بالك يعني تفهم ازاي يعني مش حيط لحمة تحط فيها وتشوحيها لا لازم يقالوه معاملة حلوة اللي احنا نحط الملح والفلفل ونسيبها لحد ما يتشرب لان لو انا الفكرة ساعات احنا بناخد الحاجة ونحطها في حاجة اه الطاصة تكون سخنة او جرين لسخن فالبهارات دي إيه اللي هيحصل طبيعيا انها بتتحرق معاك فلازم ان انت تشبيها تسبيها اللحمة تتشربها الاول وبعد كده ببدأ اللي انا اشوحها تمام كده تمام طيب عشان الوقت طبعا انا بقوم جايب عندي اه الطاصة بتاعتنا احط فيها قطعة من الزبدة وبعد كده بقوم واخد عندي العرق ده تمام وببدأ اللي انا اشوحه من كل جانب من منه عشان هبدأ اللي انا هقطعه شرايح تمام وهم ضايت معاه زهرة الرزمال دي عليها من فوق كده تديني ناكهة محترمة جدا ده بالنسبة لأول حاجة بنعملها اجيب ماسك بس بسم الله اه اه اقولك ليه كل حاجة احنا بنعملها دلوقت في العرق عرق الفليه عرق الفليه اه 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 اداء من قطعة اللحمة اللي تمقى موجودة واغلاها في الدبيحة اه ارق بقى ندلعه يمين وشمين عرق الفليه تمام ونحاول ان احنا نديله يعني الصدمة بتاعته من كل جانب من قمتع حاجة انت ممكن تشوفيها الاقاطة الفليه وهي بتستويه قدامك جميلة يعني انت فعلا بتسوي قطعة ألماز فبنبدأ ناخدها بقى من كل حتة زي ما اتفقنا وبعد كده ايه بقوم جايفها كده وبعد كده بقوم واخدها هنا نمسكها كده ونزبطها وبعد كده من مؤخرين يروحين فينا عم جمل على ايه على البلانشة متاعتنا هنا في نفس الطاصة اللي انا عملت فيها ديه بقوم مزود عندي قطعتين اثنين منين من الزبدة اهيه تمام ناتج التسوية اللي طلع من اللحمة ده بقى هو ده الحوار كله هو ده الجمال في الاكلة اللي احنا بنعملها وهو ده اللي هيطلعني السوس البني اللي انا محتاجه اصلا من الناتج التسوية اللي طلع من اللحمة مجرد بصي ما اضيف عندي البصل البصلية بس تمام اهو ومحط عندي البصل وبعد كده وبعد البصل على طول ما هو يبدأ لونه ده بكده تقدري تعمليها القطعة اللحمة ديه مع اسكالوب يعني ممكن تجيب القطعة البفتيج وتشتغلي نفس ما بشتغل كده بالظبط تشوحي وبعد كده تطلعي بس عدق الفليه موضوع تاني بصراحة لان هتشوف حتى السمك اللي انا هقطع به تخين شوية هجيب عندي المشروب المشروب ما يبقاش رفيع حاولي اللي انتي بس يعني الواحدة مثلا على اتنين بس او على تلاتة واحد اتنين تلاتة وخلاص طيب بعد كده بقى بعمل ايه بقى يعني اللي انا عملته اللي انا خدت العرق ده اديته ملح وفلفل سبنا عشر دقايق وبعد كده امتص الملح والفلفل لو في اي زيادة طلعت ولا حاجة بنجيب منشف مطبخ ونبدأ ان ينشفه وبعد كده بناخده نروح فين عندي على التاصل عندي على النار طيب بعد كده بقوم واخد اجيب السكينة عندي تكون حامية باخد عندي المشروب اخر حاجة بنقيه ونحطها بس كان معايا اتنين تلاتة كده مش عارف كانوا متخبين في الطبق انا رايحين فين فجدناهم وقطعناهم طيب بعد كده بقوم عامل ايه بقى بقوم جايب عندي زي ما اتفقنا السكينة خلي السمك اللي هو التخين ده تمام سمك تخين بنقطع مص اللحن من جوه يعني اللي كده تلفليه بقى لسه مره ده طب ماشه يعني هتسويها بقى ازاي بقى بجيب عندي الطاصة اللي احنا عملنا فيها بقوم جايب المشروب كده في جنب تمام مشروب ايه في جنب ومبدأ اللي انا اخد عندي قطعة اللحمة دية واحدة واحدة كده ونحطاها في الطاصة وشوحها يمين وشمال قطعة فليت جيبها من عند الجزار وتشتغليها كده بأمر اللي هتاكل صابعك وراها تمام كده كده ايه انا خدت العرق كله خد صدمة من كل حتة يعني قفلت المسام فعلا متاعته من كل جانب بحس اللي هو العصارة متاعته تفضل موجودة فيه طيب موسيقى 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 على ما تاخد بس اللحمة صدمة كده من الجنبين بص عم جمل بقوم واخد دي بسم الله كده واقلب على الجنب التاني حلو كده اهو بصوا قطعة اللحمة بفعمنا ازاي مش تاخد سوا كتير قطعة الفليت انا عم قطعة لحمة لان زي ما اتفقنا وتبقاش فيها مجهود عضلي زي اللحم الكتف او الفرد اه حطناها هيت سبناها وعندي بتتكمل تسوية متاعتها حاجة عنارة هادية كده وبعد كده اخر حاجة مضفلوها عندنا الكريم نقدر ضفلها الديمجلاس لو عايزة لكن اه لو افضل بلاش ديمجلاس خلاص فيها كده السوس متاحل وقوي ضفلها شوية كريمة وتبقى زي الفل مع شوية الملح والفلفل خد يا القناة مية سخنة مع شوية الديمجلاس تمام وقوم واخدهم رايحين فينا باشا هنا على الكريمة على اللحمة واسيب عندي كل ده يغلي عندي على النار وهي بتغلي كده على النار وامة دي عندي كريمة وبعد كده وامة طبعا هي استوت عندي قطعة الفلي زي ما اتفقنا ما ما بتاخدش وقت ما بتاخدش وقت عندي على النار خالص وامة واخد عندي شوية الملح شوية فلفل قصمر اللون طبعا زبط قوي عشان الكريمة وامة واخدها بقى خلاص وببدأ اللي انا اغطى عليها على النار لحد ما تبدأ اللي هي تكمل التسوية متاعتها قلنا طريقة التسوية مهمة جدا طريقة التسوية متاعت الحاجة ديت مهمة قوي حتة اللحمة محترمة بجد يعني حتة اللحمة كده انا كلها بلي انا وشيفها بص السوس بقى خلاص استوى عندي خلاصة هوت وحتة اللحمة اصلا بقت حتة زبدة العصارة لسه موجودة فيها وده اهم حاجة في الموضوع رجل عندي قطعة الفلي بجد ألفة هانا وشيفها اللي يكلها شوية السوس بقى من اللحمة اللحمة مستوية اصلا بص 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 شوف هيت اللحمة يعني مش هميحتاجة كلام بقى خلاص شوية تصوص عليها كده من فوق هاجب ايه بقى اللي انطلعت دي كده خلاص اظبط الدنيا زي ما اتفقنا من اتيكيت تقديم الطبق انت مجيش على الحروف اللي هي النقاشات اللي موجودة دي عملنا العرق الفلي اتفقنا اللي احنا منجيب عرق الفلي جبناه وحطناه على ملح وفلفل بعد كده خدناه على سبناه ربع ساعة جبناه منشف مطبخ او منادين مطبخ وبدأنا نشوف اي زيادات او اي فرازات من اللحمة بنبدأ اللي احنا نشيرها من منشف ده الامتص تماما الملح والفلفل بدأنا نحطه عندي على طاصة ونشوحه بعد ما شوحناه قطعناه عندي تكون السمك ما يقلش عن ثلاثة سنتي وبعد كده خدناه وحطناه في نفس الطاصة وحطنا زبدة وحطنا بصل وبعد كده حطينا المشروم وحطينا الرزماري بعد كده ضيفناه عندنا عرق الفلي تاني اللي احنا قطعناه مش رايح يمين وشمال وبعد كده حطينا كباية مياه سخنة وحطينا عليها معلقة ديمجلاس كبيرة وحطينا عليهم كريمة وسبناهم كل ده على النار يغلي مع الملح والفلفل وقدمناها بالشكل البسيط ده